ومزيد من القوات الأمريكية في مياه الخليج العربي شكل سيلا من التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران ما ينذر بحرب قد تتسع ساحتها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الهجوم الأخير على ناقلتي النفط يعد تنفيذا للتهديدات التي أطلقتها إيران من أجل إرباك أسواق الطاقة واستهداف إمدادات النفط لكن بومبيو لم يتحدث عن أي رد أمريكي محتمل على إيران رغم تأكيده أن اتهامه طهران يستند إلى معلومات من جهاز المخابرات بعد نشر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لفيديو قالت إنه لزورق إيراني عند أحد السفينتين التي تعرضتا للتفجير في بحر عمان طهران نفت صلتها بالهجومين بتصريحات لوزير خارجيتها محمد جواد ريف الذي قال إن تزامن الهجومين على الناقلتين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران مثير للشبهات وكان ضريف قد هدد الولايات المتحدة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في ألمانيا بأنها إذا منعت إيران من تصدير نفطها فإن عليها أن تتحمل العواقب إذا تخذت الولايات المتحدة الإجراء الجنونية لمنعنا من استخدام مضيق هرمز كممر آمن لمبيعات نفطنا عليها أن تستعد للعواقب إن منعنا من استخدام مياه الخليج لغرض أمننا القومية فلماذا علينا أن نضمن أمنها؟ من جانبه أصدر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بيانا ألقى فيه اللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتين نفط قائلا إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك التطورات الخطيرة التي طرأت على مجريات الأحداث والعودة إلى استهداف السفن يشير إلى بداية تنفيذ تهديدات الأطراف المتنازعة في المنطقة فبعد الهجوم على ميناء الفجيرة الشهر الماضي وتعرض ناقلتين نفط لانفجارات وحرائق في مياه خليج عمان قد تعيد المنطقة إلى حافة المواجهة وأن المضي في مسار التصعيد الأمريكي الإيراني إما أن يفضي إلى صدام عسكري من الصعوبة بمكان التكهن بمداه جغرافيا وزمنيا أو العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى والمصالح وتوازنات القوى ما سيحدد أي الكفتين أرجح ترجمة نانسي قنقر